اشتركوا في القناة اهم شوارعها باسم عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة شهدت انطلاقة اعمال النسخة الثامنة من ندوة تحالف عاصفة الفكر والتي ينظمها مركز عيسى الثقافي بالتعاون مع تحالف مراكز البحوث العربية والمعنونة بمستقبل التعليم والبحث العلمي في العالم العربية وذلك بالتزامن مع مئوية التعليم في مملكة البحرين وقال الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة في كلمته ان احتفال البحرين بالمئة عام التي مضت على تأسيس التعليم النظامي هو ما الهم المركز لنجدد معكم اللقاء الثامنة من ندوة تحالف عاصفة الفكر مشيرا الى ان مركز عيسى الثقافي حرص على اقامة فعاليات هذه الندوة في مدينة شرم الشيخ تأكيدا لعمق العلاقات البحرينية المصرية التي تربط البلدين الشقيقين والتي تعززت بفضل حرص جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة واخيه فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على توطيض اواصر هذه العلاقات والارتقاء بها الى افاق ارحب من اجل خدمة مصلحة الشعبين الشقيقين اللقاءنا اليوم هو محطة مهمة وحساسة من محطات عدة وعلى طريق مليئ بالامال والرقبة في ايجاد صيقة مبتكرة لفهم احتياجاتنا حول مستقبل التعليم والبحث العلمي العربي ودع نائب رئيس مجلس الامناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافية المشاركين في الندوة الى مناقشة مكانة التعليم والبحث كقوة دفع لتنمية المجتمع العربي ومعادلات الربط بين مخرجات التعليم والثورات الصناعية والرقمية وماهية مناهج المستقبل وتأثير مفاهيم المدارس الذكية والعولمة التعليمية على تشكيل قيم وملامح مجتمعاتنا العربية ومستقبل اجيالها ومن جهته اكد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودا ان الندوة تناقش قضية مستقبل التعليم والبحث العلمي وهي من اهم القضايا التي تشغل الوطن العربي من اجل مواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة بما يتوافق مع الحاجات الاقليمية والمحلية بالوطن العربي لافتا الى ضرورة تكوين شخصية الفرد العربي واعداد العنصر البشري من سن مبكرة مع اكتشاف العناصر المتميزة وتدريبها واعدادها الاعداد اللازم لخلق كوادر مهلة علميا وعمليا واخلاقيا وقادرة على التعاون والتفاعل مع البيئة المحيطة والمشاركة الفعالة التي تؤدي بالفعل الى احداث تغيير ايجابي في مجتمعاتنا واستعرضت الجلسة الاولى بعنوان التعليم العالي والبحث العلمي قوة دفع المجتمعات العربية نحو المستقبل ادارتها عضو مجلس الشورى جميل علي سلمان وتحدث فيها عميد كلية الاعلام والاتصال بجامعة الامام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية سمو الامير الدكتور سعد بن سعود الاستاذ العلاقات الدولية المشاركة رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الامارات الدكتور محمد بن هويد الكتبي اما الجلسة الثانية فتناولت محور التربية والتعليم ومناهج المستقبل والتي ادارها وزير الاعلام المصرية السابقة اسامة هيكل وتحدث خلالها استاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة الامارات الدكتور خليفة السويدي واستاذ التخطيط الاجتماعي بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الدكتور سيهام القبندي الحقيقة طبعا احنا في اطار عصفة الفكر الحقيقة هذا الامر بدأ منذ 2015 برعاية مركز دراسات الاستراتيجية في الامارات وبينضم ليه ست دول منهم مملكة البحرين والحقيقة الدورة دي هي دورة مملكة البحرين وتعقد في شرم الشيخ والحقيقة يعني شرم الشيخ بتعتبر انه البحرين فيه صداقة عزيزة جدا معاها حضر الافتتاح مستشار جلالة ملك مملكة البحرين لشؤون الاعلام ومدير عام مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وعميد كلية الاعلام والاتصال بالجامعة الامام محمد بن سعودة بالمملكة العربية السعودية وحشد من وزراء التربية السابقين والمسؤولين والمفكرين والخبراء والباحثين في مجال التربية والتعليم على مستوى الوطن العربية شكرا عبد الحميد لتلفزيون مملكة البحرين شرم الشيخ شكرا عبد الحميد شكرا عبد الحميد شكرا عبد الحميد شكرا عبد الحميد